هنروح لأخبارنا وأول خبر معنا كرة السلة كرة السلة يعني ما شاء الله الأوقات اللي فاتة أو آخر ماتشاطة كرة السلة اللي عابتها ما شاء الله عليهم ماشيين فايزين ما شاء الله الفارق بيوسع مع كل الأندية وهو يتصدر الترتيب في الدوري السوبر رقم واحد نادي الأهلي لها بآخر مبورا معاه في أرض نادي سبورتينج وكسب نادي سبورتينج 81-67 دي الجولة الـ 11 نادي الأهلي بيتبقى لـ 3 مباريات مع نادي سموحة ويوم 11 فبراير ونادي لتحاد سكنداري يوم 15 وكمان آخر مباراة بس تحاد سكنداري هناك في سكندرية وآخر مباراة قدام مصر للتأمين بوراة مهمة جدا الأهلي دلوقتي هو المتصدر الدوري بترتيب برصيد 20 نقطة الدوري هيوقف اليومين الجايين علشان صفر نادي تحاد سكنداري إلى بطولة دبي الدولية زي ما احنا شايفين قدامنا الترتيب الجدول بعد الجولة الـ 11 النادي الاهلي بيتصدر المجموعة او بتصدر الدوري السوبر عدل مباراة النادي الاهلي 11 مباراة فاس في 2 خسر مبارتين نقاط 882 وعليه 788 فارق النقاط 94 ونقاط 20 نقطة نادي جزيرة المركز الثاني للتحاد سكنداري المركز الثالث الرابع دادي الزمالك والخامس نادي سبورتينج السادس موحة والسابع طلايع الجيش والثامن مصر التأمين النادي الاهلي فاس في 9 مباريات وخسر مبارتين لكن لسه دوري السوبر طويل لان بعد الدوري ما يخلص ده مرحلة ترتيبية بيرتبوا الفرق لكن اللي احنا نكسب في المرحلة دي حاجة مهمة جدا فيه انسجام واضح جدا من اللاعبين بيزيد مباراة عن مباراة ودي حاجة مهمة جدا اصرار اللاعبين على الفوز والمكسب دي حاجة كويسة بنقول لهم روحكم هيلة في البطشات وان شاء الله دايما بندعاهم وبإذن الله يوصلوا الى التارجت المطلوب منهم هو الفوز بدوري السوبر بيزد اللي موسيقى